أبناء وبناتي طالبة السنوية العامة برحب بيكم في حلقة جديدة من حلقات برنامتكم الجيولوجيا والعلوم البيئي بدأنا بقى ندخل في شغل الجيولوجيا واتكلمنا عن مجموعة من النظريات يعني في حلقة اتكلمنا عن نظرية التوازن الايزوستاتيكي وعرفنا ايه اللي بيخلي الجبال الشهقة مازالت محتفظة بارتفحة زي ما هي المغرفة اتكلمنا عن نظرية الانجراف القاري او زحزحة القارات اللي تقدم بيها العالم الفرد فيجنر ووضح ازاي القارات الحالية اتكونت وقدرنا نوصل بمعلومة علمية مهمة ان القارات كلها كانت كتلة ضخمة اسمها ام القارات او بنجيا بدأت تنفصل نتيجة طيارات حمل نتيجة زحزحة ساعدت على تكوين القارات الحالية ودعم النظرية بتاعته بمجموعة من الشواهد عربناها المرة اللي فاتة النهاردة هنتكلم مع بعض عن نظرية برضو شغلت بال كتير جدا من العلماء يا ترى القشرة الارضية بتخبي ايه تحتها ايه اللي موجود في القشرة الارضية من صخور وازاي بيحصل فيه حركة لمجموعة من الصخور ويا ترى اسم الصخور دي ايه تعالوا نشوف مع بعض حلقة النهاردة بتتكلم عن موضوع شير جدا وزي ما اتفقنا ان الجيولوجيا شيقة في دراستها لانها بتساعدك انك توصل لمعلومة انت بتدور عليها مش هتلاقيها غير في منهج الجيولوجيا اللي تدرسه في السنوية العامة تعالوا نشوف النهاردة النظرية اللي معانا اسمها نظرية تكتونية الالواح او لو سمناها الالواح التكتونية ما فيهاش مشكلة كلمة تكتونية احنا عدت علينا قبل كده وعرفنا ان هي عبارة عن نظرية تقدم بيها مجموعة من العلماء ايزكس ووليفر وسايكس كلام ده كان سنة 68 ومجموعة من العديد من الدراسات كلها بتعتمد على افتراض واحد اللي هو شغل بال العلماء يا ترى سطح الارض بيتكون من ايه اكتشفوا ان سطح الارض بيتكون من عدة الواح كبيرة الالواح دي اللي هي مجموعة من الصخور قد تكون محيطية او قرية او الاتنين مع بعض ازاي الكلام ده ادي الصفائح التكتونية مجموعة من الالواح اللي موجودة وليها السمكة هنشوفه دلوقتي الواح دي موجودة تحت قد تكون تحت القشرة القرية او القشرة المحيطية سمكها 100 كيلو متر بتقع حدودها فين عند اغوار بحرية او شقوق مناطق كده متشققة في البحر بتكون عميقة او بتكون تشققات عميقة او سلاسل جبال عالية نخلي بالنا كنا منقول يعني ايه كلمة تكتونية الالواح دي بتتحرك حركة دائبة يعني مستمرة بس هنا السرعة بتاعتها بطيئة جدا غير محسوسة ليه؟ نتيجة وجود تيارات حمل دورانية تيارات الحمل الدورانية بدأ ينتج عنها مجموعة من الظواهر البنائية الضخمة اللي موجودة في القشرة الارضية يبقى نقدر نقول ان فيه تيارات حمل دورانية يعني تاخد التيارات دي بتطلع من تحت الفوق بتساعد على ظهور مجموعة كبيرة جدا من الظواهر البنائية الضخمة اللي موجودة في القشرة الارضية مثلا هنعرف مع بعض دلوقتي سبب رئيسي لحركة الالواح التكتونية ادي زحزحة حصل فيه الواح بعدت عن بعض ساعدت على الانفصال وهنشوف الكلام ده هنفسره ازاي الفكرة دي كلها وهنشوفها دلوقتي بعرض فيديو عبارة عن ايه عبارة عن صهير اللي هي قلنا عليها المجمى ودي اللي هي الغرفة بتاعت المجمى بدأت تيارات الحمل الحرارية شايفين الحركة وهي طلع بدأت تطلع في جزء منها اندفع لأعلى شايفين اتجاه السهم اللي انا ماشي بيه ده طلع لفوق وبدأ يروح مكون لي مجموعة من الشقوق دي وجزء تاني بدأ ينزل كوين لبرده مجموعة من الشقوق دي كل ده نتيجة ايه حركة تيارات الحمل الدورانية وترجع وتعيدها من جديد اهيه شايف تجاه السهم بيميل وترجع مرة تاني وهكذا نفس الفكرة لو انا بصيت على الشكل اللي موجود قدامي اللي هي طبقة الارض قد القشرة الارضية وتيارات الحمل الدورانية بتطلع من هنا بتيجى عند طبقة الوشاح الداخلي بتيجى عند طبقة الوشاح الخارجي تعدي منها تعمل على تجاعد القشرة الخارجية بتساعد على حدوث نوعين من التيارات الهابطة او التيارات الصعيدة زي ما اتفقنا اذا كانت تيارات هابطة بتكون اغوار يعني شقوق اذا كانت صاعدة بتساعد على تكوين حيد وسط المحيط هنا بتساعد على تكوين قيعان البحار والمحيطات زي ما قلنا قبل كده اذا كانت الصخور اعلى كثفة يوا دي صخور بازلتية ودي بنسميها صخور السيمة اذا كانت الصخور اخف واقل كثافة دي بسميها صخور السيال اللي موجودة على جسم القارات ودي صخور جرانيتية نفس الفكرة لو انا بصيت على صخور السيال اللي احنا عرضناها قبل كده بتتركز على صخور السيمة يوبا نقدر نقول ان السيال موجودة في جسم القارات والسيمة موجودة في قيعان المحيطات عشان كده نقدر نقول الفكرة العامة بقى ليه نظرية الالواح التكتونية اني بتنزلق الالواح التكتونية المحيطية اسفل القارية الكلام ده فين؟ يحصل انصهار في الوشاح لما تبدأ تيارات الحمل تحرك طيب لما بتنصهر بتحصل لها ايه؟ بتنزل وتعيد الدورة من جديد وبتحملها برضو تيارات الحمل الدورانية لغاية ما تطلع بيها لفوق نظرية تكتونية الالواح هنشاور مع بعض كده على الشكل اللي قدامي طبعا ادي سطح الارض يبقى وضع طبيعي دي اسمها قشرة قرية او لوح قاري طب اللي تحت ده طبيعي هيكون لوح محيطي خد بالك هنا من التداخل او الاندساس ادي اللوح القاري نزل اللوح المحيطي اخده جوه يبقى نقدر نقول ان هنا في حركة ما بين نوعي الالواح نقولنا ان قشرة الارضية او سطح الارض فيها نوعين من الالواح يا اما الواح قارية او الواح محيطية ودي اللي احنا بنونا العين سنكون بيوصل لحوالي 100 كيلو متر الفكرة هنا الاندساس او انزلاق لوح تحت لوح وده هيديني العديد من الاشكال عشان كده لما نيجي نتكلم عن انواع حركة الالواح التكتونية الشكل اللي قدامي ده زي ما كدت كده بيوضح لي ازاي الالواح التكتونية بتتحرك ونتيجتها بتكون ايه في عندي السهمين اللي هما موجودين قدامي ادي سهم و ادي سهم التاني بيتبعدوا عن بعض بتبدأ يطلع من هنا طيارات الحمل الدورانية نتيجة اختلاف الكسافة في درجة الحرارة من تحت بيبدأ يتبعدوا حصل فيه هنا تباعد ساعد على تكوين اغوار وتكوين حيد وسط المحيد طيب دي الخطوة الاولى الخطوة التانية بسهولة جدا نفس الفكرة هنا بس حصل بقى هنا ايه زيادة في التباعد لو انا فاكر الشكل اللي اقومي لكده الاقي التباعد قليل هنا بدأ يزيد التباعد اكتر بسبب اندفاع طيارات الحمل بشدة في الجزء ده وساعد على ظهور ادي حيد وسط المحيد بالاضافة الى الاغوار اللي هي بدأت تكون اللي هي الطبقة اللي موجودة تحت اللي انا بشاور عليها دي طيب في النهاية خالص ابو السلاقي بدأت تديني ادي القشرة القرية بعدت عن بعض تماما بعده عن بعض لما حصل تباعد شايف الشكل اللي قدامك بدأت تباعد يزيد اكتر لغاية ما الداني حوض محيطي هنفهمه بعد كده و ادي حيد وسط المحيط يبقى نقدر نستند ان مع تصاعد طيارات الحمل الداني العديد من الحركات للالواح التكتونية انواع حركة الواح التكتونية بعد معرفنا ازاي بيتكون الاغوار و حيد وسط المحيط نتيجة طيارات الحمل الدورانية ألاقي نوعي ثلاث انواع من الحركات بص معاي في الشكل اللي قدامك ده اللي تحت دي ادي لوح اتجه كده ولوح اتجه عكسه فبسمي الحركة دي حركة انتقالية الحركة التانية حركة تصادمية ادي لوح قرب من لوح تاني يعني لوحين خبطوا في بعض بالبلد كده عملوا تصادم مع بعض فالتصادم ده عمل على هدم عشان كده بنسميها حركة تصادمية هدامة خد بالك اده نتيجة استضام اللوحين ببعض فيه لوح نزل لتحت الحركة الحركة الثالثة اللي هي الحركة البناءة لوحين بعضوا عن بعض اللوحين اللي بعضوا عن بعض عملوا فجوة الفجوة دي ساعدت على تكوين ظواهر جيولوجية عديدة عشان كده بنقول ان الحركات الخاصة بالالواح التكتونية ساعدت على الظهور العديد من الظواهر الجيولوجية زي ما هنشوفها دلوقتي بالتفصيل اول حركة الحركة التباعدية للالواح هي حركة بنسميها حركة بنائية بيبدأ يتكون لوح محيط جديد بيساعد على حركة جديدة جاية من قوة شد يبقى نقدر نقول ان الحركة التباعدية للالواح نتجة من قوة شد طيب بتساعد على تكوين ايه لوح تكتوني بيبتعد عن لوح اخر سواء كان اللوح ده محيطي او قاري يعني اذا هو اللوحين دول بيعدوا عن بعض اسناء تباعد اللوحين دول عن بعض بدأ يديني فجوة وضع طبيعي لو انا مسكت حتتين قماش او ورقتين وقطعتهم من النص وبعتهم عن بعض هيديني فراغ في النص التجويف اللي في النص ده هنشوف دلوقت هيديني ايه بينشأ عنه بحار ومحيطات بس في شرط هنا لابد ان يحصل تفتق للقارة اللي بتكون حوض محيطي يعني مساحة كبيرة زي مثلا لو حصل تفتق لقارة افريقيا هيتكون البحر الاحمر يبقى نقدر نقول ان البحر الاحمر اتكون نتيجة حركة تباعدية بيبتعد فيها اللوح العربي عن اللوح الافريقي معدل الازاحة هنا كام اتنين ونص سنت لكل سنة طب ليه بيحصل الازاحة دي الشواطئ بتتباعد بتتسع جوانب البحر الاحمر بسبب ابتعاد اللوح العربي عن اللوح الافريقي يبقى نقدر نقول ان اول ظاهرة الجيولوجية ظهرت نتيجة الحركة التباعدية للالواح التكتونية هو تكوين البحر الاحمر نتيجة تفتق قارة افريقيا الشكل التاني اللي بيبدأ يظهر والظاهرة الجيولوجية التانية اللي هي تفتق قارة جندوانا اللي هي جنوبية العظمة وهنا بدأ ينشأ المحيطين الاطلنطي والهندي يبقى ظهور المحيط الاطلنطي والهندي نتج من تفتق قارة جندوانا ساعد على نشأة المحيط الاطلنطي والمحيط الهندي الحركة التانية وهي الحركة الانزلاقية للالواح او اللي احنا بنسميها حركة تطاحنية الالواح بتنزلق بعيد عن بعض او بيحصل لها عملية تطاحن بس خد بالي هنا الحركة دي بتنشأ من حركة حفة لوح على حفة لوح اخر بتساعد على تكوين صدوع انتقالية عمودية يبقى عايزك تاخد بالك من الحتة دي ايه اللي يحصل نتيجة حركة لوح على حفة لوح اخر هيبدأ يكون صدع انتقالي عمودي الصدع يعني زي فالق كده عمودي بيسبب تكسير مين وضع طبيعة تكسر صخور القشة الارضية ادهو حصل فيه تباعد حصل فيه تصادم حصل فيه انزلاقات انواع عديدة من الاشكال هيبدأ تشوه التشوه هنا بينتج عنه براكين وزلازل زي ما المثال اللي واضح قدامي اللي هو الصدع سان اندرياز وده بيظهر برضو في خليج العقبة بيساعد على تكوين الاغوار وحيد وسط المحيد طيب تعال شوف كده معايا لما بص على صدع سان اندرياز الصدع ده عبارة عن ايه فالق حصل بعده عن بعض الالواح اده شايف لوح بيتجه الناحية دي ولوح بيتجه الناحية دي في الحالة دي بنقدر نقول ان حصل فيه هنا انزلاق بين الالواح وده ساعد على ظهور صدع سان اندرياز يبقى نقدر نقول ان الصدع سان اندرياز ده نتج من حركة انزلاقية نتيجة لوح حفة لوح اندست او نزلت تحت حفة لوح اخر الحركة التالتة يبقى انا عندي اول حركة كانت تباعدية تاني حركة كانت انزلاقية او تطحنية الحركة التالتة اللي هي الحركة التقاربية للالواح اللي احنا بنسميها الهدامة ليه لما لوحين يتحركوا في اتجاه بعض اول ما يتقابلوا يتصادموا يبقى هي هدامة تقاربية تصادمية نتيجة الحركة دي ايه اللي بيحصل لو كان عندي هنا عدة امثلة بقى اركز فيهم لو عندي لوحين قاريين لوح قاري تصادم مع لوح قاري دي الحركة التالتة التصادم ده يساعد على تكوين سلاسل جبالية ضخمة زي سلسلة جبال الهملايا يبقى نقدر هنا بوضوح جدا نقدر نقول ان في مجموعة من الحركات للالواح التكتونية حركة تبعه دي حركة انزلاقية حركة تقاربية عايزك تركز على الحركة التقاربية لان ليها العديد من الامثلة زي ما نشوف دلوقتي فكرة التقارب يعني يعني اللحين يا اما اللحين قاريين خبطوا في بعض او لوحين محيطيين خبطوا في بعض او لوح قاري مع لوح محيطي استنتق كده قدل لوح القاري وقدل محيطي هتلاقي المحيطي يندس يعني ينزل لتحت كل حركة من الحركات دي هتساعد على ظهور ظاهرة جيولوجية وشكل جيولوجي جديد زي ما كنا بنقول اذا كانت الحركة تباعدية يعني لوحين بعض عن بعض هيديني زي مثلا البحر الاحمر او المحيط الاطلنط والمحيط الهندي اذا كانت انزلاقية هيديني صدع زي صدع تعالوا نشوف مع بعض بقى جبال الهملايا ما هي جبال اتكون ازاي اتكونت اتكونت نتيجة حركة تقاربية نرجع لها تاني عشان ابص عليها واشوفها ازاي اتكونت جبال الهملايا عشان اقدر اجاو على السؤال ما النتائج مترتبة على تصادم لحين قاريين مثلا او لحين محيطيين او كذا نقدر نرجع ونشوف مع بعض الحركة التقاربية او التصادمية نتيجة هاي اول حاجة عندي زي ما كنا بنقول لو لحين قاريين تصادموا هيديني جبال الهملايا لو لحين واحد قاري والتاني محيطي خد دا لك هنا بقى طبعا وضع طبيعي فيه اختلاف الكسافة لان احنا قلنا ان جسم القارات كسافته اخف او اقل وجسم المحيطات كسافته اعلى فكرني كده وفكر نفسك يمثل جسم القارات ب صخور ايوه السيال بينما قيعان المحيطات تمثل بالصخور السيمة مين اللي اعلى كسافة الصخور السيمة لانها تحت عشان كده منقول ان لو لوح قاري ولوح محيطي نتيجة الاختلاف بين كسافة اللحين يندس اللوح المحيطي اسفل اللوح القاري طيب نتيجة اندساس اللوح المحيطي اسفل اللوح القاري ايه اللي يحصل شايف الشكل ده ادي لوح قاري و ادي لوح محيطي اختلف اختلفت الكسافة بدأ اللوح المحيطي اهو ينزل يعني ايه يعني يندس يعني يحصل له تداخل قادي اللوح القاري فوق و قادي اللوح المحيطي بيساعد على ظهور العديد من الاشكال زي مثلا جبال الانديز في امريكا الجنوبية و برضو في البحر المتوسط مجوعة من الاشكال قادي شكل الجبال الانديز ضخمة وعالية جدا نتيجة اندساس لوح تحت لوح لوح حصل و اندس او تكون لوحين محيطيين اندس الاتنين واحد تحت التاني يساعد هنا على تكوين اغوار بحرية عميقة وهنا بينشأ قوس جزر بركانية يبقى قوس جزر بركانية مجموعة من الجزر البركانية بتتكون نتيجة اندساس لوحين محيطيين يعني دي حركة برضو تصادمية نقدر نقول لما درسنا وسجلنا من خلال مراكز الزلازل على خريط العالم مجموعة من الالواح سبع الواح كبيرة ومجموعة من الالواح الصغيرة وسهل جدا اعرف الالواح بحسب القارات اللي موجودة عشان كده مهم اراكز على جزئية ازاي العلماء قدروا يوصلوا لعدد الالواح دي من خلال تسجيل مراكز الزلازل يبقى نقدر نقول ان الزلازل افادتني في حاجة مهمة جدا في تحديد سبع الواح اولا اللوح الافريقي اللوح الاسي اوروبي ادي اشكال الالواح اللي موجودة في القارات اللي عندنا كل قارة لاقي في لوح عشان كده بنقول ان هي الواح متنوعة كبيرة ادي شكل الالواح اللي موجودة ب اشكالها واسمها اللوح الامريكي اللوح الشمالي اللوح الامريكي الجنوبي اللوح الهادي اللوح الاسترالي اللوح القطب الجنوب بالإضافة للعديد من الألواح الصغيرة ودي خد بالك كلها في حركة بطيئة زي ما قلنا الحركة البطيئة دي غير محسوسة بتساعد على انتشار الصخور وتنزل تدوب وترجع مرة تانية بعد انصارها تتجمد وتعيد الدورة من جديد ما الدورة الذي قام به العلماء إزيكس وأوليفر وسايكس طبعا تقدموا بنظرية الألواح التكتونية اللي هي بتنص على ان سطح الأرض مكون من عدة ألواح كبيرة يا إما محطية أو قرية أو كلاهما معا سمكها فكر كده معايا 100 كم لها حدود من أغوار البحرية العميقة أو سلاسل جبال عالية والألواح دي بتتحرك وحركتها حركة دائبة مستمرة سريعة غير محسوسة بسبب وجود طيارات الحمل الدورانية اللي بتساعد على انتشار وظهور معظم الظواهر البنائية الضخمة اللي موجودة في القشرة الأرضية إيه أسباب حركة الألواح التكتونية؟ فكر كده هتلاقي أن سبب حدوث الحركة بتاعة الألواح التكتونية توزيع الحرارة في الوشاح بشكل متباين يعني الحرارة مش في مكان واحد سبتة لكن في تباين في توزيع الحرارة في طبقة الوشاح علل تباين توزيع الحرارة في الوشاح وده من الحاجات المهمة ليه بيحصل تباين في الحرارة؟ سبب التباين ده بينتج عنه حاجتين تيارات حمل دورانية في الصهارة اللي موجودة في الطبقة العليا من الوشاح يبقى تباين توزيع الحرارة بينتج عنه تيارات حمل دورانية تيارات الحمل الدورانية دي ممكن يجيلي سؤال فيها يقول لي حدد أنواع تيارات الحمل ونتيجة كل نوع أول نوع هابطة وبتكون أغوار عميقة تاني نوع صاعدة وبتكون حيد وسط المحيد بكده أبنائي وبناتي طلبة السنوية العامة نكون وصلنا لنهاية حلقتنا شكرا وإلى اللقاء